احنا بنقول على ان الناس ودخلين على شهر رمضان فلازم يبقى عندك التسامح اللي احنا كل شوى بنتكلم عليه دخلين يعني بيغفر الليلة النصف شعبان ان ربنا عز وجل يغفر كل الزنوب الا المتشاحن اللي هما فيه بينهم وبين بعض مشكلة اللي هما مخصمين بعض اللي هو مش مسامح طب انت مش مسامح ليه ده انت عملك مش هيرفعك قضيت السنة صلاة صوم عمرة حج كل طعاتك وجاي على شعره لا انا مخصم ومش هكلمه عملك مش هيرفع طب انا اسيب كل طعات اللي تعبتي فيها عشان خطر فلان لا امك وربنا بيقولك ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بس شوف الشروط وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم مش هينول درجة دي الا اللي صبر على الازى ومش هيصبر على الازى واللي يصبر عليه ايه حظ عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبونا الله ونعم الوكيل انت احتسبت امرك كله لله ووكلت مشكلتك لله عز وجل فالله عز وجل هو المتصرف فيها ربنا رد عليهم قال لهم فانقلبوا بنعمة من الله وفض ايه بقى لم يمسسهم انت بس قول حسبونا الله ونعم الوكيل مش شتمة الناس واخدها ان هي شتيمة وانت اذا انت بتدعى علي انت لأ ايه مش بتدعى انا وكلت امر كله لله عز وجل انا قلت حسبونا الله ونعم الوكيل انا خلاص وكلت الله عز وجل هو اللي هي ايه المتصرف المتصرف في الموضوع ده وفي الحكاية وربنا اعلم بالظالم ومن المظلوم لأ احنا عايزين القرآن يوافق وده كمان يعني الحديث طبعا اصلا الحرص على انه الانسان ياخد باله ان كل حاجة بيعملها هي مكتوبة وموجودة ويتحسب عليها وخاصة كمان حقوق العباد لانها لا يغفرها اي حاجة الا حقوق العباد يعني ربنا عز وجل بيسامح في اي شيء الا حق العبد يعني حتى ما يقول على دعوة المظلوم ربنا سبحانه وتعالى ويقسم بأزته وجلاله لأنصرنك ويقول ربنا عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ده حق العباد ربنا هيرد حق العبد هيردول وهيردول وده للظالم وللمظلوم وحضرتك اللي بتقولي ده للمظلوم بأنه هو يبقى واصق تماما وعنده كامل اليقين ان ربنا سبحانه وتعالى يرجعه ربنا هيردوله طبعا بس احنا برضو التخلق يعني ربنا عز وجل هقول ايه دفاع بالتي هي احسن كمان لو باحنا بنتكلم ان احنا الليلة اللي فاتت كانت ليلة النصف من شعبان ربنا اجعلنا من المقبولين والمغفور لهم يا رب وبنقول ان النهاردة في صفحة بيضة خالص يا ربنا يجعلها بيضة دايما يا رب ويكون كلها حسنات بيضة بالحسنات والطاعات يا رب الله ما امين احنا بنقول على ان الناس ودخلين على شهر رمضان فلازم يبقى عندك التسامح اللي احنا كل شواء بنتكلم عليه دخلين يعني بيغفر الليلة النصف شعبان ان ربنا عز وجل يغفر كل الزنوب الا المتشاحن اللي هما فيه بينهم وبين بعض مشكلة اللي هما مخصمين بعض اللي هو مش مسامح طيب انت مش مسامح ليه ده انت عملك مش هيرفعك قضيت السنة صلاة صوم عمرة حج كل طاعاتك وجاي على شعره لا انا مخصمه ومش هكلمه عملك مش هيرفع طيب انا اسيب كل طاعاتي اللي تعبتي فيها عشان خطر فلان لا امك وربنا بيقولك ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بس شوف الشروط وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم مش هينول درجة دي الا اللي صبر على الازى ومش هيصبر على الازى واللي يصبر عليه ايه حظ عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انت احتسبت امرك كله لله وكلت مشكلتك لله عز وجل فالله عز وجل هو المتصرف فيها ربنا رد عليهم قال لهم فانقلبوا بنعمة من الله وفض ايه بقى لم يمسسهم انت بس قول حسبنا الله ونعم الوكيل مش شتمة الناس واخدها ان هي شتيمة اذا انت بتدع علي انت لأ ايه مش بتدع انا وكلت امر كله لله عز وجل انا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل انا خلاص وكلت الله عز وجل هو اللي هي ايه المتصرف المتصرف